موسيقى السلام اليوم سنقدم طريقة الحم فور طريقة جيد سهلة ومبساطة وغير في الكوكوط سنحتاج الحم سوى بقريس واغنمي سنضيف لتوابل كامون الملحة مرقة سيدنا موسى وفصوص التوم كل واحد يدير التومة على حسب تقدر اللي يبغى هنا عندي الحم شوية كتير درت هذا القياس كل شي في مرة يعني ما تحتاج نهر سولة تومة لا تشي حاجة وغير هالتوابل فقط لا تنضيف لبزار لا ماء لا زيت حتى حاجة كي يأتي اللحم مفور ومعلك وزوين بزف 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 وبنين بهذه الطريقة وخامة تشربه في الأول غير بحلقة لقامتها يشربها سوف تنسدوا عليه الكوكوط وتنضيفه على نار ميلة بزف وتنضيفه ومرة مرة نحرك الكوكوط كما ترى هنا سوف أعطيكم العفية ناقص الأقصى درجة سوف تنضيفه تقريبا مدة نصف ساعة حتى ساعة لربع لحسب الحم وما سوف يأخذ لك طياب كما تنضيف الكوكوط لكي أبقى لها كيف شرع فى الموززة دياله وهنا رمزة فيه التاجي حاجة شرعوا الموزز الذي تطلق هذا هذا وهنا من مسط الطياب لا تكمل من ساعة ها نشاهد كيف تتترهم سوف ننصف ليه لقد جعله حتى تتلقب للمرائقة أو لم تتنشف أنا سرعة لقد جعله وتقدمه بهذه الطريقة تأيب المبخر ومتنفور بطريقة جيد سهلة بزدف متان تتعذبوش فيه وتيجيل ديد بزدف وبالنسبة للسلاطة اللي غير رافق معها هالطابق وهذا تصلح صراحة لضيف الغفلة إذا جاكشي واحد على الغفلة يعني يراه بسرعة تيوجدها بلاشا عندي الروز مسلوق طون فروماج محكوك عندي سور يمي ولا دان فيمي اللي ما بغاش يديرهم ممكن يستغنعهم ويعوضهم بمرتع ديلا او لا مطيشة يقطعها او البصلة ايش لضعتها عندي شامبينيون والمييس مع ضيق الوقت ملقاش كيفاش ندير عندك زيتون مقطع اي حاجة بغيتي تزيدها زيدي هاد شلاطة توجد بسرعة وتتنفع بحالك عيه وديما نخلي واحد الحك ديال شامبينيون والمييس هادو خليهم ابا غير الاجاشي حد على غفلة القيم باش تزوقي شلاطة ديالك كيفما كتشوفو تنخلط جميع المقادر ديالي المكونات كاملين وتتجيل ديدة بزاف صافي وتنطن ما تنصفيش من الزيت هنا يا حيث ما تنديرش فيها الزيت قالوا تنخلي الطن بالزيت دياله كي اعطيبنا زوينة للروز كنزيد غير ليبزار دايج المكونات كلهم مالحين الروز مسلوق بالملحة كنزيد عليها شوية ليبزار بغيتوا تزيدوه وخاما بغيتوا شو تزيدوه على حساب كل واحدة شنو تيبغي زياله هنا يا الفروماج محكوك ومن الاحسن اللي بغي يزيد الخل ديال الحامض يزيدو راتي يلددها شوية سوف نخلط كل شي مزيان وسنقدموها في الأطباق ونرافقو بيها لحم ديالنا في الاخر هنا يا لسالد زوقتها بخطيطات ديال لمايونيز ما كنديرش لمايونيز في اللول مع لسالد كنخلي حتى الاخر اللي بغي يديرها يديرها اللي ما بغيش حتى كلمتي بغيش هيكلها وتنحطها هكا بهات الشكل هذا وها هو العشاء ديالي وجوده بسرعة يعني ضغية ضغية رفقت الحم مع الكامون بصبور يابس كامون السودانية وبصحة وراحة مسلامة